تمكنت الدبلوماسية البحرينية من أن ترسم لها نهجا ثابتا لا يحيد ونجحت على مدار 55 عاما منذ نشأتها عام 1969 في أن تكون الصوت الرسمي الواضح والمتزن لمملكة البحرين ويعتبر يوم الرابع عشر من يناير من كل عام يعتبر يوما تحتفي به المملكة بالدبلوماسية البحرينية تكريما وتقديرا لجهودها ودورها الوطني والحضاري الذي يمثل امتدادا لتاريخها العروبي العريق مملكة البحرين ومنذ أن كانت سعت بجهودها الوطنية النبيلة للتأسيس لمكانتها الاقليمية والدولية الرفيعة عبر سياسة خارجية حكيمة ومتزنة خاطبت بها شعوب ومجتمعات العالم من شرقه إلى غربه عبر تفعيل الدبلوماسية بكل أشكالها وأدواتها وعبر حضورها الدولي الكبير مما ساهم في تشكيل وصياغة جملة من المبادئ والقيم والثوابت البحرينية الأصيلة في دبلوماسيتها وسياستها الخارجية حتى باتت المملكة من أبرز الدول التي يشار لها بالبنان لما تحمله من رسائل السلام والتعايش وإنفاذا لرؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عملت الكوادر الدبلوماسية البحرينية على تعزيز علاقات الصداقة ومد جسور التعاون بين مملكة البحرين وكافة الدول في مختلف أرجاء العالم وذلك استنادا إلى المبادئ الأصيلة والقيم البحرينية الراسخة التي تقوم على التعايش والحوار المتبادل وتكريس السلام والوئام والتعاون بين شعوب العالم حتى باتت المملكة عنوانا في التميز ببناء العلاقات الثنائية وتعزيزها من خلال استقبال الوفود والسفراء المعتمدين لدى المملكة وتوطيد أواصر التعاون والتشارك في مسارات التنمية والبناء والنهضة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة الدبلوماسية البحرينية انتهجت عبر مسيرتها الوطنية التي انطلقت منذ أكثر من خمسين عقدا أنموذجا خاصا متفردا عبر الانفتاح على العالم ومد يد الصداقة للجميع والسعي الدؤوب إلى بناء العلاقات وتبادل المصالح والتواصل الحضاري مع العالم بمختلف أقطاره وثقافاته وحضاراته فتمكنت من تسجيل العديد من مراتب التفوق والنجاح التي عكست سياسة مملكة البحرين الخارجية المعتدلة والمتزنة وعبرت عن أصالة المملكة وشعبها الطيب الذي يتمنى الخير والسلام للجميع اعتزاز وفخر كبير تحمله مملكة البحرين لجهود أبنائها البررة العاملين في مختلف مجالات القطاع الدبلوماسي داخل وخارج الوطن وما يحملونه من قيم راسخة وثقافة عالية وإخلاص في البذل والعطاء خدمة لوطنهم وتحقيقا لمصالحه العليا ودفاعا عن مواقفه وإبراز إنجازات المسيرة الوطنية المباركة بقيالة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مؤكدين بذلك أن مملكة البحرين سوف تواصل من خلال سياساتها الخارجية الطموحة القيام بدورها الفاعل في المجتمع الدولي لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وإرساء السلام والاستقرار العالمي والدعوة إلى تسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية واحترام القوانين والأعراف والمواثيق الدولية ترجمة نانسي قنقر